طيب تعالوا نمسك phase one metabolism ومهم قوي احنا قولنا الميتابوليزم ده بيتم عن طريق انزايمز معينة الانزايم الانفولفت فيه الفيز وان هو السيب فور ففتي او السايتوكروم بي فور ففتي نمسح الجزء ده السايتوكروم بي فور ففتي ساستم دي family of enzymes كده هنتكلم عليها بعد شوية family كبيرة الحقيقة من الانزايم تحتها sub families كتير قوي ودي طبعا بترخم لنا الميتابوليزم عشان فيها كلام كتير يتحفظ فهنبتدي نقول ونسهل الموضوع ده ان شاء الله ونتكلم عليها يبقى الفيز وان ميتابوليزم دي الايم بتاعي ان انا دخلت الدواء يحصل له ميتابوليزم ان انا حول اللي بوفيليك موليكيول لمور بورل او مور هيدروفيلك اللي هو يعني water soluble استعدادة انه خروج وده نفس الكلام اللي احنا قلناه تمام في الميتابوليزم جنرال اللي فوق اللي احنا تكلمنا عليه من شوية يبقى الفيز وان كل هدفي ان انا احول الدواء من ليبوفيليك موليكيول الى مور بورل او هيروفيليك ميتابولايت عشان يبقى water soluble ويقدر يحصل له excretion عن طريق الكيدني اللي هو في اليورين يعني مية في الاخر تمام يبقى ده الهدف الرئيسي من الفيز وان طيب ايه بقى اللي بيحصل في فيز وان ان كل فكريتي ان انا بعمل introducing ليه هيدروفيلك جروب زي الو اتش هنتكلم بعد شوية عن الاكسيديشن اشهر اجزامبل ليها الهايدروكسيليشن هيدروكسيليشن يعني اضافة او اتش جروب هيدروكسايل جروب اللي هي الو اتش اختصارها او اتش او الرمز بتاعها الو اتش بنسميها هيدروكسايل جروب فبنسمي البروسس كلها هيدروكسيليشن فان انا احط هيدروكسايل جروب دي بيخلي الكمباوند بتاعي او الدراج مور بولر ممكن احط ان اتش تو ممكن احط اس اتش وهكزا عشان كده كنا زمان بنسميها فانكشنالايزيشن ولكن يعني ما عادش حد بيسميها القصة دي وممكن بقى الاسهل او الاحسن ان انا اعمل ان ماسكنج للحاجات اللي موجودة دي سيه مسلا ان عندي ان شبكة في تو القايل جروب سي اتش ثري وسي اتش ثري معلاش بقى شوية كمية بس لازم يتقالوا عشان نبقى فاهمين فلما بعمل ان دي القايلشن اشيل السي اتش ثري دي وتتحول لان اتش وبعد كده شيء سي اتش ثري او اعمل دي القايلشن للانتنين مع بعض او على خطوتين مش هتفرق بتحول في الاخر المركب لان اتش تو يبقى انا ما حطتش الفانكشنال جروب دي اللي هي ان اتش تو ولكن انا عملت لها ان ماسكنج بي القايل جروب اللي موجودة دي وانا عملت لها ان ماسكنج فممكن برضو هنا بدل ان هو بعمل انترو دكشن لفانكشنال جروب تبقى مور هيدروفاليك ممكن اكتب كمان او ازود اند ان ماسكنج الهايدروفاليك فانكشنال جروب اللي دي اصلا ممكن تبقى موجودة في الدراج بتاعي خلاص ما علينا يعني هنتكلم عن التفاصيل بعد شوية ان شاء الله طيب ايه بقى مصير الدواء بعد الفيز وان الدواء ممكن يحصل له اناكتيفيتد وده الاغلب ممكن يحصل له اكتيفاشن زي ما قلنا لو هو برو دراج او اه ممكن يتحول اكتيف ميتابولايت تاني وممكن يبقى انتشينجد نفس الاكتيفتي ونفس كل حاجة وممكن طبعا يتحول لتوكسيك ميتابولايت وده يعني مش الاغلب يعني فعشان كده مش صح ان احنا نكتبه يعني اكسيبشن طيب قلنا الفيز وان ده بايو ترانسفورميشن ري اكشن امبريلة كبيرة قوي تحتها كزا ري اكشن ممكن يحصل دي طبعا مهمة مهمة جدا جدا عندي ثري اه بروسس ممكن تحصل تحت الفيز وان ميتابوليزم او ثري طيب اوف ري اكشنز اهمهم طبعا الاكسيديشن وبعد كده الريداكشن اند هيدروليسز فدي معلومة مهمة جدا يبقى الفيز وان انكلود ده لازم تيجي في الامتحان اكسيديشن الريداكشن اند هيدروليسز طيب الاجزامبل اللي دحت دي يعني يروها بس كده وهناخدها بالتفصيل بعد شوية فمن فيش داعي نضيع فيها وقت دلوقتي يبقى المعلومة بتاع الفيز وان اه طيب اوف ري اكشنز دي اوكسيديشن ريداكشن هيدروليسز very very important فلازم اعرفها طبعا بتدخل فيها مجموعة كبيرة من الانزايم ولكن اهم سيستم او فاميلي بتدخل معايا سيتوكروم السيب دي اختصار يعني سيتوكروم بي فور ففتي تمام السيتوكروم بي فور ففتي فبنختصرها بالسيتوكروم سي واي والبي اللي موجودة دي وفور ففتي سيستم فلما نيجي نقول بقى بعد شوية ان هي بتتقسم لكزا وكزا وكزا بنكتبها تو دي سيكس مسلا بنقول سيب وبنشيل الفور ففتي دي يعني ما بنكتبش فور ففتي عشان ما اطلق بطش وبنكتب سيب اللي هو سايتوكروم بي فور ففتي والايزو انزايم او الايزو الزايم اللي انا عايزة او الايزوفورم اللي انا هكتبه هنتكلم على الحتة دي ان شاء الله بعد شوية طيب احنا قولنا المايكروزومة늄 كلها موجودة في السموث اندوبلازم كريتيكولم وطبعا واحد من اهم الميكروزومة انزايم هو السيب فور ففتي فاميلي او السايتوكروم بي فور ففتي سستم فعشان كده موجود ودي طبعا معلومة مهمة جدا. اي حاجة تلاقيها ملونة كده غالبا اعرف كده باللوجيك انها مهمة وبتيجي في الامتحان. يبقى او سيستم دي طبعا فاميلي كبيرة اوي فيها اكتر من خمسين ايزوفورما او خمسين انزيم وكل انزيم تحته فاميلي كبيرة وتحته انزيمز كتير فهنتكلم على الكلام ده ان شاء الله. يبقى واحدة من اهم من ميكروزومال انزيم كنا زمان بنسمي ده هباتيك مايكروزومال انزيم بنقول الحاجات اللي بتعمل الاندكشن للهباتيك مايكروزومال انزيم ولكن دلوقتي الموضوع طبعا بقى مور آآ بقى في مور ديتيلز فبقى في بقى عيزوفورم وبيعمل اندكشن لسب تايب معين 2d6 مثلا بيعمل له اندكشن او بيعمل انهباشن ل3a4 هنتكلم على الكلام ده يبقى موجودة من لي زي ما احنا الثانو langزامك وبعد ذلك المسؤولة من لي عن الاكسيديشن ده اشهر اه ري اكشن بيحصل في الفيز ون اكسيديشن في غالبا السيب فور فيفتي مسؤولة من لي عن الاكسيديشن طبعا ممكن ممكن شوية الريدكشن اكسيديشن وريدكشن ممكن يكون بعض ولكن ما بيحصلش هيدورويس هنتكلم برضو عليها. يبقى عندي الميتابوليز مقائم بشكل اساسي في فيز ون على الاكسيديشن واكتر سيستم او فاميلي او مجموعة من الانزايم زي ما سقول عنها والسيب فور ففتي انزايم او السيتو كروم بي فور ففتي سيستم ده موجود مينلي بهاي كونسنتريشن في الهيباتوسايت يعني في الليفر في السموث اندوبلازميك ريتكولم وده معلومة مهمة زي ما قلنا. تعالوا بقى ناخد اللي بتحصل دي ونتكلم على كل واحد ونعرف ايه اهم المعلومات اللي ممكن تبقى فيه ونسحل شوية لو جابلي في الامتحان اا مركب معين او دوم معين ابقى يعني اقدر اا صبوز ايه اللي ممكن يحصلوا بي الفيز وان او الفيز تو هكذا في الميتابوليزم يعني. طيب تعالوا نتكلم عن الاكسيديشن بما انها هي اشهر حاجة واهم حاجة ودي تقريبا خمسة وتسعين في المية من الادوية بيعدوا على الاكسيديشن او بيحصل لهم متابوليزم باي اكسيديشن. زي ما احنا كتبين كده الاكسيديشن is the most common metabolic process. فدي مهمة جدا. الاكسيديشن طبعا بالعربي اللي هي الاكسادة يعني. الاكسادة. واحنا عارفين الاكسيديشن يا اما اضافة اكسيديشن يا اما ريموفال اوف هيدورجين او سيمبلي كده ممكن اقول عليها اللي هي ريموفال اوف الكترونز. تمام? يبقى لازم عندي كو فاكتورز. وطبعا لازم عندي اكسيديشن. وشوية حاجات تديني بقى البروتون والقصص دي كلها. وفي نفس الوقت هيطلع لي متابولايت. يبقى مهم قوي. ابيعارف ايه اللي بتدخل في البروزيس دي او في الرياكشن. وايه الطيب اصلا اوف الرياكشن اللي تحت الاكسيديشن. يبقى انا دلوقتي عندي الاكسيديشن ابيعارف ان هي تتبع الفيز وان ميتابوليزم. تمام? مهم جدا جدا. ودي المست كومن اه ميتابوليك بروزيس في الفيز وان هي الاكسيديشن. ده سؤال تاني في الامتحان. والاكسيديشن طبعا معناها الاكسيدي. الاكسيدي ان انا بانكوربريت اوكسيديشن مسلا او او ان انا بعمل او الكترون يعني شوية الكترون كده برتبهم بقى وازبطهم من سل اخرى. طيب عندي حاجات كتير قوي تحت الاكسيديشن ممكن تحصل ودي مهمة. يعني دي كده كمان مهمة باهمية الاكسيديشن. لما اجا اقول مسلا الدواء الفلاني بيحصل لهم بقى هيدروكسيديشن بنتلغبط. يعني هيدروكسيديشن ايه? طب احنا ايه الاكسيديشن? الموضوع بيلغبطنا. ولكن الاكسيديشن كبروسيس كبيرة تحتها كزا حاجة ممكن يحصل بيها الاكسيديشن دي. اهم واحدة فيهم اللي هو الاكسيديشن طبعا عندي اكتر من شكل الاكسيديشن ولكن اهم حاجة فيهم هو الاكسيديشن. الاكسيديشن زي ما احنا قلنا اضافة الاكسيديشن اللي هي فونكشنال جروب بولر فبتخلي المركب بتاعي او بولر يعني يطلع فيه بسهولة طبعا عندي على حسب بتاعي او الدواء بتاعي لو هو فهتبقى بنسميها هناخد الكلام ده على بعض والامثلة المهمة فما نقلقش يعني هنفهم ان شاء الله مش هنطلع من الا ما نكون فاهمين او لو هو مسلا الاروماتيك رينج اللي هي بنسميها بنزين رينج اي حاجة فيها بنزين رينج بيحصل عليها ودي اسهل بروسس الحقيقة وانس ان انا حطيت او اتش حطيت هيدروكسيل جروب المرحلة اللي جاية بقى خلاص انا مش محتاجة حط جلوكورينيك اسد يبقى انا عملت اوكسيديشن للمركب الجلوكورينيك اسد بطلع اتش وحط او مع الجلوكورينيك خلاص كده خلصت وعملت ميتابوليزم ليه الدواء بتاعي فدي اسهل بروسس الحقيقة ودي المست كومان اوكسيديشن زين كونجوجيشن مع جلوكورينيك اسد يبقى وانس ان انا حطيت الاو اتش سهلت بقى الكونجوجيشن الخطوة اللي جاية شلت الاتش دي وحطيت مكانها جلوكورينيك بقى اه عملت البروسس بقى بتاع الجلوكورينيك كونجوجيشن هنتكلم عليها في الفيز تو بعد شوية تمام ممكن اعمل دي الكايليشن زي ما احنا قلنا والالكايليشن الحقيقة عندي منها برضو نوعين على حسب الالكاي الجروب دي شبكة في اه اي اتم بتبقى ماسكة يعني في ايه يعني مسلا او سي اتش ثري بنشوفها في مركبات كتير او اي الكاي الجروب يعني ولكن الميثايل بما انها ابسط الكاي الجروب فبناخد عليها اجزامبل ممكن تبقى ماسكة في الان زي ما احنا لسه قيلين فوق ان مسلا ماسكة في اتش من هنا وماسكة في سي اتش ثري من ناحية التانية دي كلها بنسميها الكاي الجروب ايا كانت بقى ميثايل ايثايل بروبيل اي حاجة مش تفرق معي المهم عندي الكاي الجروب اللي احنا بنرمز عليها في الكيميا برامز ار ار دي اي الكاي الجروب بعمل دي الكايليشن وانس ان انا قلت برضو ان الميتابوليز ملي الدوى الفلاني ده اتعامل بالدي الكايليشن يبقى هو نوع من الاكسيديشن يعني ممكن اشيلها وقول المركب حصله اكسيديشن وبعد كده حصل او لا مش هتفرق المهم حصله في زوان بالاكسيديشن والصب طيب بتاعي دي الكايليشن تمام دي الكايليشن يعني ايه دي يعني اشيل ريموف طب انا هنا عندي ميثايل جروب مسلا فبسمي البروسيس دي دي ميثايلشن طب لو عندي ايه ثايل دي ايه ثايلشن تسهيلا بقول دي وخلاص يبقى انا شلت الجزء ده كده اهو ناخدها باللازرة شلت الجزء ده وراميته بقت في الاخر او اتش حطيت الاو اتش استعدادا للجلوكورينيك اسد ودي برضو بقت ان اتش تو تمام بقت مور بولر فانشنال جروب اللي احنا لسه عيلينا عليها او اتش او ان اتش تو يبقى انا عملت ان ماسكنج للان اتش تو وضفت انا من عندي او اتش او ان ماسكنج للبولر فانشنال جروب اللي ممكن تبقى موجودة في المركب ده هده في الفيز وان زي ما احنا تكلمنا وابتدينا نفهم يعني ايه الكلام اللي كان مجعله صفوق ده تمام طيب ممكن يحصل ومن اشهر الحاجات اللي بيحصل فيها وهنا في البروسيس دي عشان هي بنسميها اشهر دوة بيحصل فيه القصة دي الانفيتامين هنتكلم عليه بعد شوية وطبعا بتحصل الكاتيكولامينز اندوجيناس عندي في الجسم اوكسيداتف دي امينيشن طيب انو اس اوكسيديشن والكول الديهيدي هيدورجينيز طيب حاجة بس في الديه القيليشن لما الالكايل جروب اللي انا شلتها تبقى ماسكة في او او القايل جروب زي ما احنا قلنا او ماسكة في ان ان القايل جروب بنسمي البروسيس على الاتوم اللي هي ماسكة فيها القايل جروب يعني مثلا دي لو كانت ماسكة في او شلنا الميثايل بقت او دي سهلة دي اعتقد يعني ولو ماسكة في ان بنسميها او ان دي الكيليشن او دي الكيليشن يبقى البروسيس لو قلت برضو او دي الكيليشن مثلا زي الاندوميفسن بيحصل لي او دي الكيليشن فالالكايل جروب في نهمة كده ان الالكايل جروب اتناسكة في اكسجن طب لو انا عندي امين مركب مسلا او دواء عبارة عن امين الامين اللي هي الان دي مسكة في القايل جروب فسمتها ان دي الكيليشن طيب ممكن يحصل دي امينيشن زي ما قلنا وهنشوف مع الانفتا من ايه اللي بيحصل ان واس اوكسيديشن اللي هما برضو مهم من انواع دي الكيليشن والالكايل دي هيدورجينيز بتاع الايثانول والالدهاي دي برضو واحد من الاكسيديشن هنتكلم عليها في الايثانول تمام? وبرضو بيدخل فيه الماي او الكاتيكولامين مع الماي عشان يبتدي اعمل اه ا اه الكاتيكولامين مست scenes مثلاinse napinaphine being midfield بيدخل معي الالكول دي هيدورجينيز والالدهاي دي هيدورجينيز مع الماء والكمت عشان يحول له المركب او بتاعه مش لازم نحفظ اسامي دلوقتي. يبقى نقول تاني الكلام ده كده اتلخيص للكلام اللي احنا قلناه اختصارا ليه معلش بنطول شوية بس المعلومات دي مهمة وللأسف بتلغبطنا كتير. يبقى انا عندي الفيز وان اللي بتكلم عليها انا عندي مستعدادا فيز وان اللي بنتكلم عليها دلوقتي. بتتم بكزا اه تفاعل كيميائي او كزا اللي بنسميه اهم واحد بالنسبة للأكسيديشن وبعد كده الريدكشن والهايدوروليسز الاكسيديشن بيتم عن طريق السيستم الكبير او الانزيمز الفاميلي الكبيرة اللي هي سايتو كروم بي فور ففتي موجود فيل سموث اندو بلازميك ريتيكولم. وتكلمنا عن الاكسيديشن وقلنا فعلا هي المست وهي اهم واحدة بتبقى عندي عبارة تحتها كزا اه اهمهم طبعا وهو اضافة اللي هو الو اتش نوع من انواع الاكسيديشن الفاتك بقى واروماتيك على حسب المركب بتاعي او ان انا اشيل موجودة متصلة باكسيجن فسمتها او متصلة بنيتروجين فسمتها ان دي الكيليشن تمام الاكسيديشن مهمة قوي في الكاتيكولامين متابوليزم وكمان الامفيتامين بس اميها اكسيديشن دي امينيشن. والالكول دي هيدورجنيز والعالدهائي دي هيدورجنيز بيدخل في الميتابوليزم بتاع الايثانول وطبعا الميثانول ولكن الايثانول هو الفورم بتاعي الميثانول طبعا بيعمل اه ريتنا البروبلم وممكن يعمل بلايندنس تمام هو ريتينو توكسيك اللي هو الميثانول او الميثايل الالكول انما الايثانول عادي يعني بيحصل له متابوليزم المية واسيتيت وخلاص الموضوع بيخلص يعني فالالكول دي هيدورجنيز والعالدهائي دي هيدورجنيز دول بيدخلوا في الميتابوليزم جوه برضو نوع من انواع الاكسيديشن بروسس بيدخلوا جوه في الكاتيكولامين متابوليزم والايثانول لو انا واخده من بره طيب تعالوا بقى نمسك مثلا الهايدروكسيليشن اهم الحاجات اللي هنقولها الهايدروكسيليشن الديالكيليشن بتحصل ازاي والديامينيشن ونشوف نمثل على اه بعض الايجنتس المهمة اللي بنستخدمها في الكلينيكال براكتس وايه اللي بيحصل بالفعل تعالوا نتكلم بقى على الهايدروكسيليشن اليفاتك طبعا قلنا ان فيها نوعين على حسب المركب بتاعي او الايجنت بتاعي ممكن يبقى هو اصلا اليفاتك فبعمل اليفاتك هيدروكسيليشن او هو اروماتيك يعني فيه رينج اروماتيك اللي هي البنزين فبسميها اروماتيك هيدروكسيليشن وبعد الهايدروكسيليشن بقى اللي هو ضفت الو اتش ده زي ما قلنا بقى من شوية بقى سهل قوي ان انا شيل الاتش دي واعمل كونجوجيشن اللي هي فيز تو از كونجوجيشن ري اكشن بعملها بجلوكو يورينيك اسدي بقى بقيت المركب بتاعي او جلوكو يورينيك اسد بقى مور هيدروفلك مور ووتر سولوبل خلاص خرج الموضوع انتهى وانس ان انا وصلت الفيز تو غالبا تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من الادوية بيحصل لها دي اكتيفيشن وتطلع بقى تبقى مور ووتر سولبل وتطلع برا الجسم الميتابولايت ده كونجوجيت تو جولوكو يورينيك اسد هنتكلم عليها في فيز تو من اشهر الحاجات اللي بتحصل فيه الايبو بروفين طبعا واحد من اشهر الانس هيد المستخدمة كان بيستخدم زمان اه سادة في بقى هبنوتيك والقصة دي الفين ايطاين من اشهر الحاجات فيه البروبرانولون اللي هو الانديرول والبرستامول طبعا كلنا عارفين والبنادول والقصة دي كلها تعالوا طيب نشوف الفين ايطاين الفين ايطاين اهو ده المركب بتاعه طبعا مش هنحفظ في السيشن دي خالص يعني بس انا جايبه للتوضيح ادي الفين ايطاين وعندي تو رينجز اللي هي اروماتيك رينجز اهو يبقى ده كده وانا عايز اعمله اوكسيديشن انا قلت البروسيس الكبيرة اسمها اوكسيديشن طيب منها من الرياكشن او سب طيب بسميه هايدروكسيليشن واسهل هايدروكسيليشن بالنسبالي ان انا اعمل هايدروكسيليشن على الاروماتيك رينج يعني مسلا لو جيت هنا حطيت او اتش جروب سميتها اروماتيك اهو ده الكلام اللي احنا لسه يلنه فوق هايدروكسيليشن يبقى انا كده عملت المركب بتاعي فيز وان ري اكشن اوكسيديشن خلاص والصاب طيب بتاعي عشان اعمل هايدروكسيليشن عملت اروماتيك هايدروكسيليشن تمام ايسين كان ان كده تفهمت وبعد كده بقى بدخل المركب بتاعي الجديد ده لفيز 2 عشان يحصل له جلوكو يورينيديشن يمسك في الجلوكو يورينيك اسد ويخرج بقى بقى برا الجسم والموضوع انتهى يبقى الرينج اوكسيديشن وانس ان انا لقيت رينج وجات لي في الامتحان مركب وفي رينج على طول روح اعمل الاكسيديشن في فيز وان بطريقة اسمها الهايدروكسيليشن انت تحط رينج اوكسيديشن يعني هايدروكسي الجروب حطيتها على الاروماتيك رينج وبعد كده ودي فيز 2 ياخدوا الجلوكو يورينيك اسد كونجوجيشن ويطلع برا الجسم طيب تاني مركب معنا وهو الفينو بربتال دي انا عندي برضو طبعا الشكل كده كده هنحفظه فيه ما بعد ولكن في مكانه يعني دي انا عندي فيه هي جميلة وانس ان انت لقيت الرينج على طول روح اعمل يعني اقفل كده الرينج حط عليها يعني بولر كومباونز او بولر فانكشنال جروب سوري بولر فانكشنال جروب استعدادا ان هو يتحط عليه ويخرج برا الجسم ودي طبعا الفينو بربتال من اهم الحاجات او اشهر الادوية اللي ممكن يحصل لها فيز وان وفيز تو وطبعا الكده كده هنحفظ الانزايمز اللي بتعمل فيز وان بعد شوية لانا قلنا دي كبيرة جدا ولكن هنحفظها بقى في اماكنها ان شاء الله يعني وبعد كده اروح بقى اعمل له وراح دماغك والمركب بتاعك يطلع طيب هنا احنا قلنا برضو عندي رينجة هي طب ما تعمل رينجة هي وبعد كده طب بص هنا في المركب ده المركب ده حل وقوي في او ومتصلة بالكايل كبيرة هي يعني ممكن تعمل او دي كل دي اعتبارها تمام وخرج ده كله وخلاص يعني ما تعمل على انت عملت ممكن تعمل هنا على من الاوكسيديشن هتعمل له فيز وان اوكسيديشن زي ما احنا قلنا تحط هيدروكسيل جروب وبعد كده او تعمل او تشيل الجروب دي كلها باو دي القايل يعني دي كلها نسميها القايل جروب فتعمل او دي القايلشن وتشيلها وتريح نفسك واحدة او نوع او من الاوكسيديشن ري اكشن فاوريدي انا عملت برضو للمركب بتاعي اوكسيديشن يعني ان الامور كده ابتدت توضح وتبين بالنسبة لنا لما اقول ان دي القايلشن او دي القايلشن يبقى انا بتكلم على اكسيديشن. تمام? البروسيتامول طبعا من اشهر الحاجات اسمه الكيميائي او اسمه التاني الاسيتاماينوفين اسهل اسيتاماينوفين عشان نقدر نكتب الستركشور اه ادي الفن وادي الاسيتا وادي الاماين تمامي? يبقى اسيتاماينوفين اه اللي احنا بنقول عليه البروسيتامول. نعمل على البروسيتامول اكسيديشن نوع من انواء الاكسيديشن بسميه اه هايدروكسيليشن ولكن هنا على الاماين جروب ولكن هنا بص هنا ده انت عندك في الرنج اصلا هي كانك عملت اكسيديشن ده انت عامل هايدروكسيليشن على الرنج اوتوماتيك هو المركب فيه كده. ما تشيل الاتش دي وتحط والمركب بتاعك يبقى جاهز ان هو يخرج على طول او تعمل برضو دي هتتحفز من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيها هو البروسيتامول وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل في البروسيتامول وبعد شوية ان شاء الله هنشوف ايه الحاجات اللي بيحصل فيها يبقى البروسيتامول ده جاهز اوي هو وهو نفسه الرنج فيها هيدروكسيليجروب فكاني عملت رنج اوكسيديشن ولكن ممكن ادخله على 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 طول او ودي طبعا اشهر طريقة بيطلع بيها او بيحصل بيها اكسيكريشن للبروسيتامول لو ما عنديش جولوكورينيك اسد ويالسالفيت كونجوجيشن دول الاتنين حصل فيهم اي مشكلة او ديبليشن او خدت جرعة زيادة قوي بيحصل بقى الان هيدروكسيليشن اللي احنا قلنا عليها من شوية الان دي الجروب دي كلها بيحصل لها ويحصل هيدروكسيليشن على الان او اكسيديشن احنا قلنا الهايدروكسيليشن واحدة من انواع الاكسيديشن ري اكشن فهونس ان انا عملت اكسيديشن يعني شلت الريموفل اوف هيدورجين يعني عملت ان ال سي دابل بوند او زي ما هي سي اتش سري اهي تمام وعملت البوند الواحدة دي بقى الدابل بوند وعملت ري ارينجمنت للدابل بوند دي هناخد الكلام ده في البروسيتامول فبدل ما هم تلاتة كده هيبقوا اتنين واحدة هنا واحدة هنا ودي بقى فيها دابل بوند ده كده سميته ان هيدروكسيليشن او اكسيديشن على الان جروب او الان اتوم يعني سميته ان هيدروكسيليشن وده للأسف لو حصل بيتحول المركب للتوكسيك فورم اللي احنا لسه يلينا عليه من شوية اللي هو النابكي تمام بيحصل بقى ان هيدروكسيليشن طبعا في العادي بيحصل بسمول اقدر اعمل لها سكافنجر بي او ديتوكسيفيكيشن بقى الحزب ما تسميها بالجلوتاثيون طبعا كلنا عارفين المعلومة بتاع الجلوتاثيون مع البروسيتامول توكسيستي الجلوتاثيون ده بيعمل ديتوكسيفيكيشن ليه النبكي او سكافنجر يعني بيكنسوا او بيشيلوا او بيرجعوا تاني يمسك معه ويطلعهم الجسم as inactive metabolite ولكن لو بقى اللي هو السلفيت والجلوكايرونيك اسد اه حصل لهم ديبليشن او انا خدت هاي دوزيس دوزيس عالية قوي خلاص دول خلاص حصل لهم saturation فابتديت بقى النبكي ده يدخل في الميكانزم بتاع الان هيدروكسيليشن دي ويكون لي نبكي بصورة كبيرة جدا فان اكتف ميتابولايت ويه توكسيك ويه هبات وطوكسيك ليه الليفر ممكن يعمل نكروزيس والكصة دي اللي هو ان اسيطايل بارابنزوكينون ايمين نحفظ برضو الاسم ساعتها ان شاء الله وقتها وعمل ديبليشن لكل الجلوتاثيون اللي موجود والكمية اللي فاضلة هتروح بقى تعمل هباته توكسيك وممكن تؤدي للليفر نكروزيس دي قصة البرستامول برضو باختصار ادي الايبوبروفين اللي احنا اتكلمنا عليه اول واحد الايبوبروفين واحد من الحاجات اللي بيحصل لها من ضمن او بتاعها فين الايبوبروفين روح اهو الايبوبروفين اهو هنحط بس الاو اتش جروب بتاعتي ده بقى هو دي الايبوبروفين جروب اللي هي الكانوالكين والكصة دي كلها اللي هي يعني ما فيهاش اروماتيك رينجة ما فيش فيها بنزين فبنعمل الايبوبروفين بيحصل له اللي هو نوع من انواع الاكسيديشن وبعد كده يدخل فيز فيز تو يحصل له كونجوجيشن عشان كده بقى لما نيجي نقول الميتابوليزم هنجمع في الاخر الميتابوليزم مثلا اوف ايبوبروفين بالاكسيديشن والكونجوجيشن وهكزا تمام فنبقى فاهمين الكونسب تحصل ازاي وإيه اللي بيحصل اصلا ان الموضوع ده بيبقى عليه مشاكل كتير واحنا بنيجي نشرح او في الامتحان ما بنبقاش فاهمينه بسهولة يعني طيب قلنا من اشهر الحاجات دي لازم نحفظها اللي بيحصل لها اوكسيداتف دي امينيشن عشان نوع من انواع ودي امينيشن عشان بشيل امين جروب دي يعني وقلنا دي امينيشن فوق ايه فين ادي امينيشن طيب طيب من الايه من دي امينيشن يعني شلت الموجودة دي فهشيلها وعمل ايه يعني اه دي المركب بتاعي تحول للكيتون تمام هنعرف الكلام ده ان شاء الله واحنا بندرس الكيميا يبقى الحتة دي هتبقى موجودة كده الالكايل جروب هي زي ما هي بس هيديني هنا دبل بوند او وطبعا دي الالكايل جروب اللي هي سي اتش سري وانا شلت اللي ان اتش تو عملت دي دي امينيشن وهو عشان نوع من انواع الاكسوجين الاكسيديشن او حطيت اكسوجين معي اه ابتديت اسميه اكسيداتف دي امينيشن في المركب اللي طالع معي ادي البنزين رنج هي او الاروماتيك رنج بقى بالشكل ده ده بسميه في نايل في نايل كيتون ده الكيتون فورم بتاع الانفيتامين وبعد كده بيتحول بقى الاسد بتاع الكوررسبوندينج اسد الكيتون على طول انستابل ما بيقعدش كده كيتون فترة كبيرة يعني فبيتحول الكوررسبوندينج اسد سي دبل بوند او وحط عليها او اتش يعني نعمل اوكسيديشن تاني تمام وبعد كده الامفيتامين بيحصل له بقى ممكن يحصل له مع الجليسين الامفيتامين مع الجليسين هنسمع الجليسين امينو اسد مع حاجتين مشهورين يعني واحد منهم والاسبرين التاني فنبقى عارفين ويتحول بقى لحاجة اسمها هيب يوريك اسد هيب يوريك اسد ويطلع عن طريق البول طيب ممكن امشي الخطوات دي يعني انا جايبه عشان الاوكسيديشن وممكن ادي عندي على طول اعمل هايدروكسيليشن وبعد كده مع جليوكورينيك اسد وريح دماغك تمام يبقى يثنك ان الجزء بتاع الاوكسيديشن ابتدى يوضح شوية في دماغنا ولما نذاكر بقى الكلام ده ان شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة الامور هتبقى اسهل يبقى انا دلوقتي بتكلم على الاوكسيديشن عشان ما نتوشي من بعض الاوكسيديشن يعني فيها كتير جدا واحدة من اهمها اللي هو الهايدروكسيليشن الهايدروكسيليشن يعني بضيف هايدروكسيليشن اللي هي على الفات الجروب فسمتها اه الفاتك هايدروكسيليشن او على اروماتيك جروب اللي هي فسمتها والحقيقة دي اشهر انواع الرياكشن من الاوكسيديشن وطبع الاوكسيديشن اشهر انواع الرياكشن من الفيز وان ممكن اعمل دي الكايليشن ودي هتهمني في بعض الحاجات اه المهمة جدا زي الكودايين مسلا تعالوا نكبر الصورة شوية قلنا واحد برضو من السبتايبس بتاعت الاوكسيديشن يعني انا هنا برضو ستيل بتكلم على اوكسيديشن ري اكشن يعني اي حاجة من الحاجات دي تندرك تحت الاوكسيديشن فما انطلق بطش احنا قلنا الدي الكايليشن انا بشيل الكاي الجروب ده في الكاي الجروب هنا ايه لو عملت كده ريموفل يعني عملت او هنا كاتمسكة في او فسميتها او دي الكايليشن تمام نوع من انواع الاوكسيديشن ري اكشن يبقى انا الكودايين بعمله ميتابوليزم بفيز وان ري اكشن اوكسيديشن والصايب السبتايب بتاعي او دي الكايليشن طب دي كاتميثايل جروب فممكن ابقى موري سبسيفك في تسميتي للالكايل جروب واقول البروز اسمها تمام طيب دي طبعا بتحصل هنعرف الانزايم هنا لانه هيبقى مهم جدا بتو دي سكس التو دي سكس ده الانزايم من المسؤولة اللي احنا قلنا فوق مسؤولة عن الاوكسيديشن في فيز اهم حاجة فيها بتاعي الانزايم بتتقسم لصاب طيب سنتكلم عليها بعد شوية هو المسؤولة عن بتاع الكودايين عن او اللي هي نوع من انواع الايه الاكسيديشن ري اكشن ولو انا عملت دي شلتها وحطيت اتش طبعا الاو مش هتفضل عادل واحدة ده انا هحط مكانها اتش تمام? فهتتحول لمورفين اه ده دي معلومة مهمة قوي المورفين ده مور بوتنت عن الكودايين طبعا زي ما احنا عارفين وفي نفس الوقت مور للرسبايراتوري ديبريشن فاخد بالي بقى من العينين الحتة دي فيها بوليمورفزم هنتكلم عليها بعد شوية على قصة الكودايين والبوليمورفزم فعشان كده قلتلكوا لازم نحفظ الانزايم هنا تمام? فالكودايين بيحصل له ميتابوليزم بالاكسيديشن في فيز وان بالسبتيب بتاعي اسمه ديالكايليشن لو انا كنت سبيسيفك قوي سمتها او دي ميثايليشن عشان الميثايل جروب ماسكة في الاو وتحول لمورفين بانزايم اسمه واحد من السيب فور ففتي فاميلي تمام? هنتكلم على السيب فور ففتي بعد شوية بس نخلص ايه? الفيز وان ري اكشن كده وبعد كده ناخد السيب فور ففتي فاميلي بعدها يبقى كده خلصنا كل اللي ممكن تحصل بعد كده تاني واحد معنا هو الضيازيبام الضيازيبام واحد من البنز وضيازيبيم اللونج اكتنج نراجع مع بعض المعلومات اللي هتبقى مهمة هادي يا سيدي الضيازيبام عندي رنج هنا فاضي اهي ممكن اعمل هايدروكسيليشن رنج هايدروكسيليشن من هنا اهي وحول المركب بتاعي لتمازيبام اهو نفس المركب بالزبط ولكن اسمه التمازيبام التمازيبام ده برضو ستيل اكتف فورم تمام يبقى انه ممكن اعمل خطوة دي وبردو الميتابولايت بتاع الضيازيبام اللي هو تيمازيبام ستيل اكتف يعني ممكن الفيز وان الدوة بتاعي يبقى ستيل اكتف زي ما احنا شايفين اهو واحدة من الستيل اكتف والان ماسك فيها ميثايل جروب اهي او الكل جروب ممكن اعمل ان بقى هنا ان دي الكلation جايب دي بالزات عشان يبقى شفنا الاو شفنا الان ان دي الكلation ولانا كنت specific بزيادة هقول ان دي ميثايلation وبرده المركب بتاع هيبقى اكتف هنتكلم على السلام ده على البنزو دازبين اللي همني بس ان انا اعرف الtype of reactions طيب هنا مثلا اتما زبام اهو ده انا عندي ان برضو وفيها الكل جروب ممكن اعمل لها ان دي الكلation او ان دي ميثايلation ويتحول الاوكساز يبقى استيل اكتف برضو خلاص والاوكساز يبقى طبعا الاو جلوكويرونيك وبرده هنا نفس الكلام اي حاجة فيها قويتش هتتحول الاو جلوكويرونيك اسد والموضوع ايه انتهى ان شاء الله بالنسبالي يبقى عشان كده ما انتهش من بعض يبقى انا دلوقت استيل بتكلم في الاوكسيديشن ري اكشن انا بتكلم في فيز وان ميتابوليز اوكسيديشن ري اكشن اهم واحدة منهم بتتم بثري بروسس ممكن تحصل فيها اوكسيديشن ودي اهم واحدة والريدكشن والهايدرووليز الاوكسيديشن مست كومن بروسس في الميتابوليك بروسس في الفيز وان اوكسيديشن بتتم بكذا حاجة هيدروكسيليشن اهمهم اروماتيك او الفاتك على حسب الدواء وبعد كده المركب بيروح على طول يحصل له كونجيجيشن بفيز توب جلوكورينيك اسد والموضوع سهل او دي الكايليشن زي ما احنا شفنا ان دي الكايليشن او او دي الكايليشن على حسب هي ماس كافين او دي امنيشن زي الانفتة من اوكسيداتف دي امنيشن وطبعا الالكول والضهاية دي هيدروكسيليز بيدخلوا في الايثانول والميثانول وكمان الكاتيكولامين ميتابوليزم مش هتهمنا يعني اوي كدراجز طيب الاوكسيداتف دي امنيشن هو زي ما قلنا الانفتة مني بقى احنا كده قلنا الكصة بتاعتي من الحاجات اللي احنا عايزين نقولها هنا طيب تاني بروسس بقى ممكن تحصل في الفيز وان ري اكشن او ميتابوليزم هي الريداكشن الريداكشن في الغالب يعني ما بيحصلش كتير اوي زي الاكسيداتف ولكن عندي حاجات مهمة اوي زي الاستيرويد تعالوا هنا برضو نسينا نقول حاجة مهمة جدا جدا الاستيرويد بما انها تذكرت هنا الاستيرويد من الحاجات اللي بيحصل لها اكسيداتف اكسيداتف في الاول فيز وان وبعد كده بفيز تو مش هتفرق معايا دلوقتي تمام الاكسيداتف دي بتتم بالهايدروكسيليشن بروسس اللي هي سبطايب لسا يلينا عليها هيدروكسيليشن مهمة اوي الهايدروكسيليشن الاستيرويد بتحصل لها فيز وان اكسيداتف والسبطايب بتاعي هيدروكسيليشن وبعد كده على فيز تو طيب لو قال لي بقى هايدروكسليتد 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 استيرويد يبقى هو كده قال لي ان الاستيرويد بتاعتك دي يا باشا خلي بالك ان هو كده عدى على فيز وان يعني حصل له اوكسيديشن هيحصل لها بايه? يبقى انا خلاص عندي فيز تو هتروح على فيز تو يحصل لها دي معلومة برضو مهمة سينا نقولها وافتكرنا هنا عشان الايه? غالبا بيحصل في الحاجات اللي فيها كيتون اللي هو مسلا كروتيزون الحاجات اللي اخيرهاced Tylenρι Anthem غالبا متبقى كيتون For these changes الحاجات دي كلها ممكن عمل لها reaction على the Creten Oxygen اللي هي الكيتون جروب دي اللي هي داب البند O دي ممكن عمل لها Hydreoxylation reduction اسف ممكن عمل لها reduction reaction Back to the reducing, يعني حولتها little group. كما انا شايفين كده. حولت الكورتيزون الى كورتيزول. والكورتيزون ده بيحصل له بكورتيزول. ده طبعا الطبيعي اللي موجود في جسمنا. تمام? يبقى الريداكشن اشهر الامثلة اللي هي الحاجات اللي فيها كيتون. اللي اخيرها اون. معظم الحاجات اللي اخيرها اون هتلاقوها كيتون. كيتون اون. كيتون اون. تمام? فبقول كيتون عشان ابقى فاهم اون او افاكر ال اون. طيب ال اون دي اللي هي كيتون او كيتون بتبقى سي دابل بند او او موجودة في رنج بقى ومش في رنج. المهم دي كيتون. فهحولها يعني هيعمل لها فتتحول ل فالن اكتف كورتيزون بل ان هيتحول ل اكتف فورم كورتيزول. والن اكتف برضه بتاع البريدنيزون اللي هو فيه دابل بند اوه هيتحول لبريدنيزولون اللي هو او اتش. تمام? دي طبعا اندوجنس في الجسم الكورتيزول ده اللي هو هيدرو كورتيزون. هيدرو اهو وكورتيزون دي حطتها. يبقى هو الهايدرو يعني من الكورتيزون. فسميته هيدرو كورتيزون اللي هو الهايدرو كورتيزون اللي احنا بنديه في حالات والكلام ده. لو احنا عايزين ندي والازمة السيفير ازمة والحاجات دي كلها. ده كده موجود في المحاومة. تمام? انما في الجسم بقى الجسم بيفرس كورتيزون بالكيتون. واحوله هيدرو كورتيزون او كورتيزول completo عن طريق الكيتون لما احول الكيتون. تمام? عندي برضو في المحاومة DACPs والبريدنزولون اللي هو الهستا كورتيزون و الهستا كورتيزون تش البريدنزون ده الكيتون زون يعني كيتون اخرها aon. تمام? يبقى ده الكيتون فورم بتاعي يبقى ان اكتف لازم يعدي على الليفر الاول لو انا واخد بقى مثلا انا بيشنت بياخد بريدني زوني بقى لازم اتعكد ان الكدني الليفر فانكشن كويسة قوي لان ده انا واخد الدواء بتاعي على الكيتون فورم اللي هو الان اكتف فهيروح الاول في الليفر بالليفر انزيم زي حصله ويتحول لبريدني زولون لون بريدني زولون اللي هو الاكتف فورم ده طبعا الهستا كورتين بس الواحده والهستا كورتين اتش يبقى الهستا كورتين اتش ده هنستخدمه امتى هما كاتبين اتش عشان اقول ان ده في ده الهيباتيك امبيرنت ده ده جاهز يعني لو حد عنده هياخد الهستا كورتين اتش لان ده بتاع التاكورتين تمام فعندي هلاقي حاجتين في السوق وهاستا كورتين وهاستا كورتين اتش تمام Denn برضو حصل له ريداكشن حولت الكيتون جروب لهايدروكسايل جروب او ال او اتش ده اللي هو الاكتف فورم الريسبتور لاف ال دايما ال ال دي اللي هو عشان دايما بننساها البردنيزولون في ال في ال اهو بريدنيزولون ال ال دي الريسبتور لاف ريسبتور لاف ال دايما هو بيحب ال 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 فورم ده اللي هو البردنيزولون ده الاكتف اللي بيروح ينسك في الريسبتور ويعمل الاكشن بتاعي والديناميكس بتاعتي بحنا كده قلنا الكورتيزون برضو او الاستيرويد زي عموما ممكن يحصل لها اكتيفاشن بالريداكشن فورم بتاعتي وخصوصا الكيتون منها كورتيزون بريدنيزولون اي حاجة اخرها اون كيتون اون يبقى اي حاجة فيها كيتون وده طبعا ينطبق على الميديكيشن زي عموما اي حاجة كيتون ممكن اعمل لها ريداكشن بسهولة قوي لأو اتش وبعد كده حولها بالجلوكورينيك اسد برحتك بقى لأيه لأو ومتصل معها جلوكورينيك اسد يطلع من الجسم او هيدروكسليتد بالاكسيديشن هيدروكسليتد كورتيكوستيرويد بتتحول بفيز تو لجلوكورينيك ان اكتيف فورد بالمرة بقى لو عندي مثلا دوة فيه هالوجين مثلا ولا حاجة بعمله ميتابوليزم بحاجة اسمها الدي هالوجينيشن الدي هالوجينيشن دي تعتبر واحدة من الريداكشن رياكشن فبرده نعرفها يعني واندي كان عندي مركب زمان كده اسمه الكولورا هيدريت ده بيتحول بتاعي اللي هو بالبروست دي طيب الهايدروليس برضه سهلة زيها زي من اشهر الحاجات اللي فيها استر يعني الحاجات اللي فيها استر الاستر بتاعي السيغة الكيميائية بتاعته لو لقيت مركب فيه الكمباوند ده اللي هي الحتة اللي في النص دي او وسيدة بالبوند او مسكين في حاجتين من الجنبين ار و ار دي اللي هي السيدي تشين يعني ده بتسمي المركب بتاعك استر الاستر ده لايابل تو هيدروليس بيحصل له هيدروليس بسهولة قوي سواء برا الجسم او جوه الجسم بالاستريزيس اللي بلازمة استريزيس في عندنا حاجة اسمها استريزيس ايز يعني انزيم استر يعني الاستر يعني حاجات هتكسر الاستر يعني الادوية اللي فيها استر هتتكسر بالاستريزيس وبرضو لو برا بيحصل له هيدروليس فالحاجات مثلا زي الاسبرين الشلف اللي بتاعه اخد بالي بقى من الرطوبة والموتشر والقصة اللي احنا بنقولها في الكيميا دي عشان بيحصل له هيدروليس بسهولة تمام هيدروليس يعني شيل الاستر بتاعك اهو هيدروليس يعني هتشيل الجزء ده كده وتحط يعني هتحوله للكوريسبوندنج اسد بتاعه طبعا الاسبرين هو اسيتايل اللي هي الاسطر بتاعه اسيتايل و جاي من السلسلك اسد يبقى انا جبت سلسلك اسد حطيت عليه اسيتايل جروب فحولت السلسلك اسد من الفورم بتاعه الكاربوكسي الكاسد الى اسطر تمام فسميت الاسيتايلille اساد اللي هو الاسبرين لما يجي بقى ارجعه تاني او اعمل له بيتحول بالاستريزز الاستريزز طبعا موجود منها في البلازمية والانستاين الميكوزة والقصص دي كلها. ممكن تتحول الكوريسبوندنج اصد اللي هو بشيل الاسطى الجروب اللي انا قردي اصلا حطتها على الكوريسبوندنج اصد من البداية. وبتتحول للسلسلك اصد. السلسلك اصد بقى بيعمل شغله والقصص دي كلها. وبعد كده ممكن يحصل له كونجوجيشن بي جلايسين. يبقى دي تاني حاجة قلناها في الجلايسين. اسبرين وامفاتامين فالحاجات دي مهمة تكتبوها عند حضراتكو وتحفظوها تمام طيب من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن يحصل لها هيدروليسز البيفيدين البيفيدين طبعا اللي هو الميبردين واحد من الاوبيايد هناخده ان شاء الله لما نيجي ندرس الاوبيايد مع بعض بيتحول لميبردينيك اسد برضو الهايدروليسز ممكن بسهولة اقطع الاستر زي ما احنا قلنا وتبقى سي تتحول الكاربوكسيلك اسد اللي هو بنسميه ميبردينيك اسد تمام وبعد كده طبعا الو اتش طالما موجودة بيحصل نعل جلوكورينيك اسد زي ما احنا قلنا من ضمن الحاجات برضو اللي بيحصل لها هيدروليسز اندوجناس لايجان ده عندي في الجسم او نيرو ترانسيماتر اللي هو الاستايل كولين الاستايل كولين ما هو الا كولين هو اسيتيت برضو استر سي دابل بوندو او وفي ار هنا وار هنا هشيل الحاجات دي كلها وحوله لكولين تمام ويه الاسيتيت سهلة جدا اللي هو الاستايل والكولين لوحده وترجع تاني تاني طبعا بيتحول بالاستايل كولين ستريز زي ما احنا اخدنا في الجنرال اللي حضر معين طيب في مركب تاني هو هو ده مهم بقى جدا اللي هو اسمه الساكسينايل كولين اللي هو هو الاستايل كولين ولكن تو استايل كولين مع بعض لزقناهم في بعض لو بصيت عليهم طبعا ابو كرنوهم بقى مع نفسوكو الساكسينايل كولين ده واحد من الحاجات المهم قوي الساكسينايل كولين ده هو متركبين مع بعض من الساكسينايل كولين ركبناهم مع بعض واحد من اهم الساكسينايل كولين الديوريشن بتاعته قليلة باستخدمه اثناء الانتيوباشن عشان يعمل ريلاكسيشن اسكليتا الماصل واحد من بقى اللي فوق دي في الاحبال الساوتية والرقبة والقصة دي فبيساعد الفيزيشن وهو بيعمل انتيوباشن يعني بيتيب العين بيحطه لتسيوب مثلا لو هيحطه على فنت ولا حاجة هيعمله برونكسكوبي اي حاجة اي برسيديور هاتحصل فيها انتيوباشن فبستخدم الساكسينايل كولين ده طيب مسكلته ايه? ده هو بيحصل له هايدروليسز هاول بروسيس протاعتي هايدروليسز بانزايم معين اسمه سودو هو واحد من الساكسينايل كولين يعني كولين ايستر يعني هيحصل له هايدروليسز باستريز اسفيل بلازمة ولكن عشان هو كولين سميته سودو كولين استريز سميته كولين استريز وحطيت صدو ليه عشان افرق بينه بين الاستايل كولين الاستايل كولين بيحصل له هيدروليس باستايل كولين استريز او ممكن اقول عليها كولين استريز فقط وانس ان انا قلت كولين استريز اللي هي الطروق كولين استريز زمان زي ما كنا بنسميها كده يبقى دي اللي بتعمل هيدروليس او دي اكتيفاشن ميتابوليز للاستايل كولين طبعا انا عايز بقى عندي قصة الاكل والادوية التانية ممكن يبقى فيها كولين استرز تمام فبيحصل لها برضو دي اكتيفيشن او هيدروليسس بكولين استريزز عشان هي كولين وبيحصل لها هيدروليسس باستريزز فسموا اللي اتنين كولين استريزز طب عشان افرقها بينها وبين الاسطايل كولين سميته سودو كولين استريز يبقى انا اقصد به اللي هو موجود في الدم او البلازمة او لو قلت البلازمة كولين استريز خلاص هشيل كلمة سودو وانا ميزته المهمة ميزه عن اللي هي الكلين ستريز اللي بتبدي اكتيفيت الكلين تمام طيب بنقول الكصة دي كلها ليه؟ بعض العينين او بعض الاشخاص يعني بدي عندهم بوليمورفزم في الجناتك او دفاشنسي كده في السودو كلين ستريز دي بيبقى فيها الجناتك دفاشنسي يعني ايه دفاشنسي يعني قليل الانزايم ده يعنيما كميدي قليلة بيتصنع بكمية قليلة جدا لا تتناسب مع استخدامي للدوة او الميتابوليزم بتاعه او خالص مش موجود او موجود ولكن حاصل فيه بوليمورفاز من الامان واسد ترتبها مش صح فالانزاين برضو مش شغال المهم ماليش علاقة بالقصة دي اللي بتحصل ولكن انا عايز اعرفه ان اي صورة بقى من او اي صورة من او اي صورة من او سودو كولين ستريز هيخلي السكسيناي الكولين ده ما يحصلوش ميتابوليزم بيحصلو ميتابوليزم بيوم فهمش يحصلو ميتابوليزم فهيزيد الليفل بتاعي قوي فبدل ما يعمل بس وخلاص كده ويقف لحد هنا لا ده هيعمل وممكن يدخل عيان في ويموت تمام طبعا احنا عارفين اخر حاجة اصلا ممكن يحصل لها اه ريلاكسيشن او يحصل للتوم بتاعها اللي هي الانتركوستل والدايفراج فبيحصل بقى الحاجة الشهيرة من السكسيناي الكولين اللي يحصل ليه الماصلز بتاعتي فبيحصل سكسيناي الكولين ابني فدي معلومة برضو مهمة جدا بتيجي في الامتحان فناخد بالنا منها طيب احنا كده خلصنا ال اوكسيديشن وي اه الريداكشن والهايدوروليسز طيب زي ما احنا قلنا في حاجات تانية بتبقى نان مايكروزومال اللي بنسميها بقى الاسم بتاعها اللي مش موجودة يعني في السموث يبقى مش على مستوى او مش على مستوى يعني ده انزيمز تانية طبعا من اشهرها الماو اللي هو تمام ده بيبقى كده احنا قلنا الحاجات اللي هي او مش موجودة في ولكن ممكن الاقيها في الميتوكوندريا ممكن الاقيها في السيتو بلاس ممكن الاقيها في في اي مكان بقى غير الاسموث اندو بلاس ميك فالميت الماو ده اللي هو الانزيم المسؤول عن بتاع الكاتيكولاماينز وبعض البرايماري اماينز مهم قوي قوي جدا معي وهناخده كمان في الانزيم ده بيبقى ميمبرين باوند كده على الميتوكوندريا في الميمبرين بتاع الميتوكوندريا باوند عليها اول ما يشوف بس كده برايماري امين او كاتيكولاماين يروح على طول يعمل لها دي اكتيفيشن طبعا موجود في اماكن كتير زي ما احنا عارفين الليفر الانتستن الكادني وطبعا النيرف تيشو مهم قوي فيها بيعمل اكسيداتف دي امينيشن ليه البرائماري امين البرائماري اماينز دي من ضمن اهم الحاجات اللي فيها الطيرامين فالعيان اللي بياخد انتي دي بريسانت اللي هو ماء وانهابتور ده هي انهابت الانزايم ده واخد معي اي اكل طبعا فيه فود انتراكشنز كتيرة بيبقى فيها طيرامين زي الجبنة القديمة والحاجات الفسيخ والرنجة والحاجات زي دي كده بيبقى فيها كونتنت عالي جدا من الطيرامين طب ما احنا قلنا ان الماء وانزايم ده هيعمل اه ميتابوليزم للطيرامين او دي اكتيفيشن للطيرامين فلو انا اخدت ماء وانهابتور دراج بعض الادوية اللي بيستخدم في الدبريسان كأنتي دبريسانت واخدت طيرامين فالطيرامين زاد 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 هيبتدي يزود النور بزيادة قوي وهيعمل لي حاجة اسمها تمام دي برضو هناخدها في الدبريسان بس نعرفها هنا لانها معلومة مهمة يبقى برضو الماء وانزايم ده هو نان اندوبلازميك بيعمل للكاتيكولامين وبعض البرايمري امين زي التيرامين والفنايل افرين والكيتونز والكصص دي كلها اه بيحولهم لي الكورسبوندنج اه الداهايد وبعد كده اتحول الكربوكسيلك اسد تمام ااخد بالي بعمل تيرامين الحاجات اللي جبنا القديمة والكلام ده كله نعلمة وانهابتور ممكن تؤدي الى الهايبرتنسف كريسيز الالكول دي هيدورجينيز برضو مهم جدا عشان بيعمل اكسيديشن تمام للإيثانول للاسيتالدهايد فبردو ااخد بالي وطبعا اسيتالدهايد وبعد كده تحول للاسيتيت ومية باسيتالدهايد دي هيدورجينيز او الداهايد دي هيدورجينيز وبردو الالكول الداهايد دي هيدورجينيز بيدخل في الكاتيكولامين بتاعي في الميتابوليزم التاعي تمام طيب الاذانسين اوكسيديز طبعا نحن عارفينه من ضمن الحاجات الميتابولزم لي بقى اذاسيبريين مركبتو بيورين الحاجات اللي هيا اناخدها في الاآ انتيميتابولايت والحاجات اللي هيا فى الكيموثيراب دي ال�喜歡 اتيبيوتر في ال� fille دي يشتغل عليه وعندي انهايدور اللي هو الالو بيرين والالو البورن والفي بوكستات فلو اخدت مع مثلا هذا سيوبرين ده ممكن يعمل فاخد بالي من القصة دي فبرضه دي بعض الحاجات يعني اللي المفروض ايه نبقى عرفينها